الحقيقة الضيوف النهاردة تم اختيارهم بعناية ومن حظ الجميل ان انا موجود مع كل ضيف اتناقش معايا في موضوع بيهمني انا شخصيا وهمني ان انا يكون موجود معاهم وده زي ما قلت حضرتكم من حظي انا الجميل مصورنا المتميز الاستاذ ايمان فراج كل مرة بنقابله واخدوا بالكوا ابعيدوا تماما عن المجاملات خلينا نكلم بشكل واقعي لان التاريخ زي ما يقوله بيفرط نفسه من خلال وجود الاستاذ ايمان فراج كل مرة بيختار موضوع مختلف تماما عشان الصورة توسقه ومن خلال الصورة بنفتح الموضوع ومن خلال الموضوع بنتناقش في حاجة دايما جديدة سواء كان في ايجابياتها او في سلبياتها عايز اقول لحضراتكم لأستاذ ايمان فراج النهاردة اختار موضوع اكثر من رائع اتكلم عن او صور وهنتناقش عن موضوع الركين ايه الركين اللي بالبلد بنسميه السايس ايه ايجابياته ايه سلبياته ليه بالتحديده لأستاذ ايمان فراج قرب من موضوع الركين وقام بتصويره وقام بتصويره ازاي وايه الاسرار في الموضوع استاذ ايمان اهلا بيك ونهارك دايما سعيد وكل مرة يقول لأستاذ ايمان فراج موجود اسعى قبل ما تأكد بس نهارك موجود اسعى اقول يا ترى اختر لنا ايه النهاردة لان الموضوعات الجميل في الموضوع ان حضرتك ما بتقلتش حد وما بتكررش نفسك صباح الخير صباح الخير كل سنة وحضرتك طيب كنت طيب يعني انا سعيد ان انا مع حضرتك النهاردة الموضوع الركين ليه اخترته او ليه اشتغلت عليه هو لو انا ما اخترتوش اتسئل اتسئل ليه ما اخترتوش وليه ما اخترتوش لو انا ما اشتغلتش عليه لو انا سألتك ليه ما اخترتش الموضوع ده يعني أنا اخترته واشتغلت لو ما اشتغلتش حضرتك مفروض من حقك تحاسبني كمواطن ليه ما اخترتوش؟ ليه ما اشتغلتش عليه؟ لأنه هو مشكلة كبيرة عندنا في بلدنا أنا قصد أنا قطعك بميشن آسف أنا عارف أن أنت بتقرب من المميزات دايما وبتروح للمشكلة والجميل مش بس بتصورها كمصور صحفي وتوسقها أنت بتبحث عن حلول عشان كلا بسألة حركة هو أنت كممكن ما تقربلوش؟ ليه ما تقربلوش؟ أنا هنا سؤال أنا كنت متأكد أنك حركة تقرب من ده ومن ده ومن ده لأن خلاص أنت عرفت الشخصية اللي قدامك دائما تبحث عن الحل من خلال الصورة تمام أنا بقول لحضرتك هو صعب أن أنا ما أقربلوش لأنه هو حدث مهم أو شيء مهم وشيء بتعاني منه شوارع مصر كلها سواء الشوارع العامة أو الشوارع الجانبية انتشر بشكل فضيع في الفترة الأخيرة الحقيقة الركين لما بدأت أفكر في الدخول فيه ونقشة موضوع الركين فتح لي مشاكل تانية وحاجات تانية اللي هو الركين جاي منين؟ أو إيه سبب؟ وجود الركين الظاهرة دي جت إزاي؟ فطبعا دخلت في الجراشات العشوائية اللي هو بيشتغل عليها الركين لأنه هو سبب... قلت جراشات عشوائية فلما خش في الجراشات العشوائية وأسبابها وليه انتشرت الجراشات العشوائية عندنا في مصر؟ ببساطة وصراحة وبدون لف ودوران المسؤولين عن كده هما السبب تتمثل محافظة حي شرطة مرور أو شرطة مرافق إزاي بقى؟ إنه ملاقي فيه قوانين موجودة بهذا الشأن والقوانين دي ما بتطبقش وما بتنفسي على أرض الواقع ولو طبقت ما بتطبقش على كل الناس وتطبق باستثناءات فحط تحت باستثناءات دي كذا خط ففي الحالة دي هتلاقي الشوارع بهذا المنظر اللي هتشايفين طيب أنا بس عايزة أقف محرك أنت حركت نبهتين لحاجة مهمة جدا بما أنت حضرتك أنه قلت إن هناك مواصفات لابد تكون للركين عشان أنا كدولة أطبقها أنا كنت بشوف زمان السيس بيعلق كده اسمه حاجة معدن حديدة كده محطوطة مكتوفة اسمه وظيفته منطقة اللي هو تابع ليها وبنسميها كده باللغة العمية الرخصة بقى عنده رخصة إذن هذا الرجل تحت أعين الدولة وتحت رقابتها ويسأل إذا أحمل في مسؤوليته عن المكان اللي بيقف فيه أنا فاكر الشكل ده على فاكر الشكل ده فاكره بس هو أستاذ أشرف من المفروض فيه فرق من كلمة السيس والركين يعني ده فيه فرق؟ اه فيه فرق يعني الركين ده هو شخص بتتشق الأرض عنه وحضرتك بتركن عربيتك ويتلاقي بيوقفك وبعد كده بيختفي وبعد كده بيظهر وقت ما ياخد المعلوم أو اللي هو جاي علشانه ساعت ساعت ما بيشفوش وانا جاي علشانه ساعت ما بيشفوش وانا جاي علشانه وانت ماشي والعكس ده هو الركين هو ما بيعملش حاجة لا بي نضاف لك عربيتك ولا بيخدم على عربيتك فأي شيء ولا بياخد ده له من ده الركين يا أستاذ أشهر لكن السيد ده راجل في ساحة انتظار في جراش ما أنا مش عايزة وصلها كلمة الواء البلطاجة ما أنا خايفة أقول كده لا يا فندم نحن هنقول لا ده نحن هنقول والصور هتقول المهم يا فندم أنا بس كنت عايزة تكلم أن زي ما قلنا المسؤول وإقرار قانون وتفعيله في أرض الواقع هو ده سبب من أسباب انتشار اللي هو تطبيق القانون تطبيق القانون إيه هو القانون يا فندم أن البداية بترجع أن فيه قوانين منصوص عليها مثل قانون المباني وده هو اللي بينص عشان نديك رخصة للمباني على وجود على وجود عمارة يعني لازم أن يكون فيه جراش تحت العمارة القوانين دي مش موجودة في أرض انت رجعتنا للعمارات القديمة يعني القانون رقم 119 المادة بتاعته بتقول أن لازما علشان الحي يديك رخصة ويدخلق مرافق أيوة لابد لابد أن أنت تكون فيه في الرسم البياني أو آسف في الرسم الهندسي أن يكون فيه جراش للعربيات طبعا ده بيتم أنا أسمحة على كلام حضركم هنكمله بس بما أن الصورة نزلت قدامي عشان ما هي وجودة قدامي كان لازم أسمع تعليق حضرتك هنا على فكرة الركنة اللي ما تكون دي أو ده منش فاهم ده شارع هو مفروض ده في منطقة المعادي وفي شارع تسعة لو حضرتك بصيت فيه يفط على العمود مكتوبة ساحة انتظار ساحة انتظار دي مكتوب عليها مكتوب عليها مكتوب عليها الحي أو المحافظة ما تعرفش بقى هل دي لوحة وهمية بيحطها السايس أو الشخص الركني اللي واقف هي اللوحة مكتوب عليها؟ ساحة انتظار وده شارع زي ما حضرتك شاف انت لو شافها فيه عربيتين وقفين جنب بعض والعربية اللي مشي في الطريق مساحة عربية واحدة ما أنا بس مستغرب لسبب عشان أنا من المعادي على فكرة اه دي ساق فأنا مستغرب هو المسافة اللي باقي اللي مشي فيها عربية عربية واحدة مش هتسمح ومساحة الانتظار عربيتين ومساحة الانتظار عربيتين لو عدينا الصورة اللي بعدها امتداج الشارع ده في نفس الشارع قدام شوية هتلاقيه الركين هنا واقف ظاهر في الصورة بيرجع عربية هتوقف بالعرض 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 لان فيه عربية كانت قبلها موجودة لان أنا ويفتم تابع الموقف خرجت وهو بيدخل عربية غيرها هو دلوقتي عايز يكسب فعايز يوقف اكبر عدد من العربيات حتى لو ده مخالف لله يا فاندي بيوقف العرض بالطول ما ده الغريب بقى والغريب ان فيه لوحات بكده ويقولك ساحة انتظار ومكتوب عليها حي كذا او حي مش عارف هنا بانت قوي قوي بانت قوي هو بيرجع العربية وكان فيه عربية قبلها لسه طالع لو نقلنا على الصورة اللي بعدها الصورة اللي بعدها دي صورة في نفس الميدان في الشارع التسعة برضو هتلاقي حضرتك هو وشوف الوقفة بتاعته الوقفة في الشارع هو فارد سطوته وبيدير الشارع كما يشاء يوقف ذاق بالعرض اولا مفروض الوقوف حتى لو فيه عربياتها الناس محليها بقفة هتبقى موازية للرصيف بالطول وفيه في المعادي يوفط تؤكد على وجود انتظار موازي للرصيف ومش انتظار بس ممنوع الانتظار كمانا هي نفس الصورة اللي كانت تحت أنا طلعت من فوق الكوبري نفس الصورة اللي تحت ده ميدان يا فندم في أسفل الكوبري ده جزء من الميدان بين الصورة هنا لو عدينا الصورة اللي بعدها هتلاقي الجزء التاني طب بس كده تقفل الشارع ده هنا من الميدان لو خدت بقى لحضرتك هتلاقي فيه لفتتين فيه لفتة هناك ولفتة هنا مفروض انها ممنوع الانتظار اللفتتين بيقولوا انها ممنوع الانتظار لكن الصورة بهذا الشكل اللي حضرتك شايفه طبعا المنطقة دي او المساحة دي متأسمة ما بين تلاتة او اربعة سياس لو طبعا كل واحد فيهم لابس السطرة دي اللي احنا مش فاهم دي جات منين اساسا دي ممكن يشتريها من اي مكان ويلبسها ويدعي ده بص حضرتك لو السطرة دي جاي بشكل رسمي لو اليفتة دي محطوطة بشكل رسمي الوضع غلط انا انا ما ببصش بقى مين اللي حط بس الوضع صورته غلط طبعا هنا موازنة بس انا احنا كده معدش انا كده نقلنا الحاجة تانية بقى ده في جامعة الدول شارع جامعة الدول وده جزء منفصل عن الشارع الرئيسي وده يمكن مسموح فيه بالركن والركن فيه سليم لكن المشكلة هنا بقى في الحواجز المحطوطة يعني ده جانيبي شارع جانيبي لا انا شارع جانيبي جزء منفصل الحارة بتاعت البطيئ الحارة بالزبط كده فهو متخذ المشكلة هنا في الحواجز المحطوط مصر يا فندم لا اما الجراشات العربيات وقفة لا اما حواجز حجز العربيات اصحاب شركات مطاعم عقارات بنوك حجز مكان يعني حضرتك حجز مكان الاول حديد ده بص حديد محطوط على فكرة السايس اللي وقفه نص الطريق هناك وبيهد العربية اللي جاية ديت عشان يبدأ يحط لها طريق دي حواجز تانية ده قدام مكان معروف الحواجز دي الاسف ان هي مكتوبة انها تابعة المرور الحواجز محطوطة بقى في دي في شارع جامعة الدول العربية دي حجزة لو خدت بقى لحضرتك وارا كده في عربيتين وقفين يعني هي حجزة مكان مش العربية العربيتين غير موجودين اما حجز وانت حرج قلت حاجز مكان العربيتين غير موجودين ودي حواجز برضو في قلب الشارع الله انت عندك في قانون عند حضرتك اسمه قانون اشغال الطرق العامة يا فاندم ده قانون رقم 104 لسنة 56 الخاص بيقولك ان ممنوع وقانون المرور برضو اللي هو 66 لسنة 73 بيقولك ممنوع انك تعمل مطباط او تحط اي حواجز زي سلاسل او حاجة او حديدة اللي حرج بدلاتي اي حاجة عشان ما عندناش شارع في المنطقة عندنا فاضي غير بحديدة وقف لو خدت بالك الصورة دي الصورة دي في شارع البطل عحمد عبدالعزيز دي الصورة دي هتلاقي برضو اقمع وبردو العربيات محجوزة هو حجز مكان دلوقتي حجز مكان ودي شوارع رئيسية وشوارع عامة هتلاقي كل الحواجز المحطوطة دي بتتشكل انواحها وتت مختلفة انا بشوف حكاية الحديدة اللي بتتحط في الارض وفيه قفل وخلاص تخط مكان اعمل ليه تعمله بقى خلاص ده ممنوع يا فندا وفيه غرامة هنا ده غرامة 2000 جنيه تقريبا بالزبط كده يا فندا الصورة اللي قدام حضرتك دي دي صورة لشارع جانبي من شارع جامعة الدول العربية والشارع الخالفي لمسجد الحمدية الشازلية الشارع ده يعني يعتبر كل جرشات محتل بص حضرتك هو برضو واقف ويركن العربيات طبعا المكان ما يسمحش كده بس هتركن فين ده أنا بسأل نفسي أنا عارف الشارع كويس هتركن فين حضرتك هتنقل الصورة اللي بعدها هتلاقي نفس الشارع قدام شوية بص هو بقى بيركن قدام بص الشارع منظره عامل زي فيه عربيات على اليمين وعربيات على الشمال وممر واحد العربية بص بقى هنا المرة فين لا عزاء للمرة هو فين أنا آسف هو أنا بس مش قادر حد هو الشارع هنا فيه شارع الشارع جمع الدول قدام فاندم مهدات الدخل خلاص مهدات أفل ده مقفول يمين وشمال والشارع العربية بس اللي في النص هي اللي بتتحرك اللي في نص الطريق هي اللي بتتحرك هنا لو نقلنا الشارع الصورة الشارع الصورة ده فيه مجمع مدارس حضانة ابتدائي أعدادي سنوي بنات وأولاد بص حضرتك العربيات احتلت الرصيف احتلعت فوق الرصيف لدرجة النزام حضرتك شاف المشهد الأولاد ماشيين في نص الشارع والعربيات يدوك برضو مساحة واحدة الصورة دي رأسية من أعلى لا 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 مش متاعاتنا هو أنا بس فيه قسم مشترك عمالين نلاحظه دلوقتي أنا بس إن كل العربيات أسلوب ركنها بالعرض وأحيانا على الأرصيفة وظاهرة شفتها عندنا في المنطقة الحقيقة إن كل الأرصيفة اللي مسموح بيها لمرور المشاءة والنوم يتحركوا عليها أصبحت مسموح ليها من قطاع الساحات إن هو يؤجرها كساحة كساحة انتظار وأصبحت جميع الشوارع الجنبية جراجات الناس بتدفع فلوس للحي عشان يبقى فيه واحد وقف في كشك يحرص ويعمل أنا بتدهر على الشارع ماهنش لقيها أنا مش عارف يا فهندم إزاي إزاي أساسا الحي يدي النفسه الصلاحية إنه يؤجر شارع عشان خاطر يتعمل بهذا أو الأصفة يعني هو هو العملية كلها أنه هو الراجل كان هيقوم بدوت فهو إداله مشروعية إنه بقى عن طريقه لكن في الحالة دية حضرتك ساكن في الشارع ده أو بجوار الشارع ده أنت من حقك تلكن في عربيتك في الشارع تتخيل السايس ده أو الركين أو الجراشات العشوائية دي أنت ممكن بالليل نايم سايب عربيتك تاني يوم صحي الصبح تلاقي سايس واي في الشارع بتاعك وبيقول لك المعلوم أو الأجرة العربية هو احتل المكان اللي أنت ساكن فيه لو ما تكلمي وقولك أنا جاي من طريق الحي أو أنا مأجر من الحي على فكرة اسمي أنا مأجر من الحي رسمي أنا مأجر من الحي وبينشوفهم بيعملوا اليوفة ضيئة وبيكتبوا على الحيطان برضو أنا جراش عام مش عارف إيه على فكرة ده حتى في بعض الشوارع وده هيبام في بعض الصور يمكن في بعض الشوارع بعد ما بيعمل الجراشات دي بيبدأ يحط أكشاك سمكرة أكشاك تنظيف بقى إكسسوارات عربيات فبيبدأ يحط على الخط الموازي للعربيات اللي هو مؤفة بالعربيات خدمات خدمات ما خلاص الحقي داله الحق في كده طب وأنا فين حقي أنا كمواطن عايز أركن عربيتي أنا ليه أدفع لازم تدفع أنا ليه أدفع أنا ليه أدفع لو كان من حقي أركن عربيتي في الشارع يبقى مش من حق الحي ولا أي شخص يفرد قتوته أو سطوته على الشارع وعلي ويفرد علي أن أنا لازم أدفع ولو ما دفعتش يتئذي أنا يتتئذي العربية يمنعني من الوقوف وفي الحالة دي ألجأ لمين ألجأ لعسكر المرور أو للشخص المسؤول اللي واقف جنبي وشايفه والعملية واضحة يعني السور بتقول إن العملية مش شيء خافي ده بيحتله ميادين بيحتله أرصيد ما هو المشكلة advertising رسمي رسمي بيحتلها رسم يا فاند الرسمي لك من الواقع غلط مخالف للقوانين ما هو ده مخالف للقوانين رسمي إزاي إزاي خد الرسمية بتاعت أو خد الصلاحية بتاعت وهو مخالف للقوانين أساسي القانون ما بيقولش كده القانون بيقول إن ده ممنوع إن ممنوع مثلا نقوف في الشارع بشكل عرضي ممنوع استخدام الرصيف بهذا الشكل برضو ده ينفع يطلع فوق الرصيف طبعا ممنوع بس فإزاي رسمي إزاي أختنع عنا إنه ده رسمي ليه بنقول للصورة ما بتجذبش وليه بنقول للصورة بتوسق الحقيقة وليه أنا قلت في البداية المسيد أيمان كل مرة بيقدم لنا صور جديدة بنفتح معها موضوع ونفتح معها مشكلة وندور على الحلول أستاذ أشرف إحنا زي ما كنا بدئين في كلامنا إنه قلنا إنه سبب خروج العربيات وظهور ظاهرة الجراشات العشوائية ديت اللي هي إن القوانين ما بتطبقش هو هنا أنا معنشنا مش فيه هو هنا العرض ولا طول ولا إلي شارع جانبي من جامعة الدول العربية في بوابة خلفية من إحدى النوادي المعروفة حضرتك العربية وقفة بالعرض يعني المساحة اللي وغداها العربية اللي ركنة أكتر من المساحة اللي ماشي فيها العربية التانية طبيعا طبيعا فأنا الصورة استفزتني فأخذتها واسعة لما بسأل الركين ده أو السيس يقول لي ما أنا لو وقفته موزين للرصيف هاخد مثلا عشرين عربية لما بوقفه بالشكلة ده باخد تمانين هنا حضرتك الشارع ممكن يكون تديره المساحة إنه يعمل كده بقا إلا ده شارع الجامعة جامعة القاهرة عشان شارع عريض أيو بس مش مفروض برضو لكن هو كال الرصيف وقفة للرصيف وبرضو الناس ماشي على الأرض ده كده صفين بس اللي قدام حضرتك آه طول وعرض ده ده على الكورنيش حاجة غريبة حضرتك الكورنيش ده مشكلة مشكلته مشكلة تانية فان الكورنيش في مطاعم وفي ملاهي وفي كثريات الحاجات دي محتلة النيل دي مشكلة عمل مشكلة ايه تاني إنه بدأ يعمل لنفسه جراشات برا قدام المطعم بتاعه وقدام المكان بتاعه وبهذا الشكل حرارك شايف المشكلة الأكبر كمان إنه بكل بجاحة بيحط يفطى يكتب عليها جراش خاص أو يفطى يكتب عليها جراش عام أنا شايف معليش أنا شايف أهو الجراش دي بقى المبدأ اللي بروحك عليه فيه كوشك أهو دي في منطقة مبابا دي في منطقة مبابا هو عمل ايه في بعض الشوارع فيه في منطقة مبابا هو حبي يستغل بعض الشوارع هو ده مركز شباب ده مركز شباب من بابا آه في ظهر مركز شباب من بابا يعني كده مركز شباب من بابا وكده مدارس بس كده بقى معلش أنا وحاضرك صحيح الموضوع كده ده جراج مؤجر من الحي بشكل رسمي حط كشك وقفل عربات عرصيفة وقفل الشارع الشارع أصبح ما فيش عربيات تمور بص حضرتك هو الخطأ هنا ما فيش عربيات تمور ما فيش آه طبعا عربيات تمور هو جراش أصبح جراش الشارع يتقفل الشارع ده مش مستخدم هنا طبعا خلف عمارات نايل سيتي اللي هو عالكورنيش ده النفق ده النفق رود الفرق اللي عند رملة بولاء آه بس هو اخد يمين وشمال كده هو فيه في النفق حد يركن في النفق ده هل ده قانون هل ده يصلح لا هو فيش في العالم كله حضرتك حد بيقف في النفق نفق نفق هو ده نفق عامل ركنة طبعا العمله أساسا واحد ركين برضو قاعد بكرسي بتاعه وبياخد على فكرة العربات دي كلها خارجة من عمارات نايل سيتي اللي هو يعني مستغلي ركن جوه الجراشات اللي موجودة فبيخرج برا ده كوبري فهم الخليج قريب من مستشفى القصر عيني هتبصت لحضرتك هتلاقي ان الكبري برضو فيه ركن الصورة دي بتقولك بقى الجراشات العشوائية دي والكوارس اللي ممكن تسببها ده مصيبة ده الصورة دي كده بتوضح ان فيه مصيبة الصورة دي في الفجالة هنا كان فيه حريق وكان فيه صعوبة في دخول العربيات وتحركها بتاعت المطافي وده طبعا بيقدي الكوارس كبيرة شوف حضرتك هنا بيحاولوا يشيلوا مش هيزقوها ده هيشيلوها لانه مش لقين بس انصحبها عشان يحرر انت صورتها ازاي؟ العربية طبعا كنت رايح عشان اغطي الحريق نفسه فالصورة دي اتخذت يعني مش المقصود بها الجراشات الصورة دي في وسط البلد في الشرع 26 يوليو انا كنت قريب من احدى محلات الحلويات وده واحد كان في مناسبة لسه كانت قريبة هنا مناسبة المولي النبوي وخارب معلعة بتاعه وراكن المتسك حاجة كويسة او ان الرجل الشرطة شايف شغله هنا وبيحط بيدي مخالفة حضرتك على المتسك ملزوقة هناك على المتسك ملزوقة على الديركسون ملزوقة على المتسك خرج الرجل لأ المخالفة شيء جميل جدا لكن وانا واقف قبل ما اخذ الصورة دي انا في عربيات حوالي وقفة ما اتخدش منها نفس الموقف ده في عربيات حوالي وقفة ما اتخدش منها نفس الموقف ده غير كده هو خد الموقف ده في الشارع ده طب رجل الشرطة ده هو نفس رجل الشرطة اللي موجود في كل شهر عمص اللي ما بياخدش الموقف من العربات كلها اللي حضرتك عرضناها في الصور اللي فاتت الصورة دي صورة قديمة لوسط البلد كان سبق وطلعوا بمشروع وقت ما عملوا جراش التحرير مشروع اللقماء عشان يمنعوا الركن اللقماء ده كان مشروع فاشل الحقيقة وكلف الدولة او كلف المواطنين وفي كل الحالات بيكلف المواطنين سواء بشكل مباشر ان يدفعوا المحلات او ادفع من مال الدولة اقماع انتشرت في وسط البلد كلها عشان تمنع الركن ما جابتش نتيجة ايجابية الاماعة دي ما جابتش نتيجة ايجابية وكان مشروع فاشل القمع لا اما موازل الرصيف يعني لازق في الرصيف الله في ناس كبتشيل اقماعه تركي ما انا بقول لحضرتك لا اما لازق في الرصيف ما بيقديش دوره لا اما واخد نفس مساحة العربية اللي كانتها تقفى طب ما كانت تقفى العربية افضل لا اما محطوط والعربية وقفة جنبه فالمشروع نفسه ما اجابش نتيجة ما كانش كويس يعني فده حالنا بالنسبة للجراشات يعني لان في حاجة انا بيهتيني لها ازاي ان ياريت بس ان يبقى فيه جراش ده حركة انا بيهتيني لصورة دلوقتي فكرتني بالمكان اللي انا بمر عليه يوميا واثنين وثلاثة واربعة ان مكان الجراش بيتقفى اليمين وشمال فالشارع بيغلق واصبح مغلق لانه جراش رسمي وفقد مشروعيته كشارع تمام مفيش شعر وفهمت ليه حضرتك ارجعت بعد كده او في البداية مسئوليت اللي بيحصل ده لان لابد من تطبيق القوانين وهنا هقول تطبيق القوانين وبشد لان انت حضرتك بتاخد جزء من الحق بشكل رسمي وتقولي انا مؤجره مش من حقك تكلمني طب حركو قابل فوق رصيف ما انت انا مؤجره برضه مش من حقك تكلمني فدخلنا في صورة ان فيها رسمية ويقال ان فيه فيه تقنين يعني فيه مشروع قانون للسايس او الركين والساحات الانتظار في مصر انا عايز اقول حاجة بس هو ليه دايما لما ما بنفكرش في تنظيم شيء او اصدار قوانين الا ما يتحول المشكلة لكرسة ويصعب قفا فنعمل ايه يا فانديم نبدأ نحاول نقنن الواقع على ما هو عليه على خطأه نحاول نقنن الوضع على ما هو عليه طب انت بيسبوك تصور يا سيد ايمان ياسفي انت تتعامل ازاي او احاول اوضحه او احاول اتكلم عليه ازاي ممكن اصوره وانا بسرقه ازاي ممكن اصوره وانا متخفي ازاي ممكن اصوره اش من حقك ده شيء محزن شيء محزن حقيقي والله شيء فعلا يعني حاجة صعبة جدا الحلول موجودة يا سيد اشرف احنا مش محتاجين تشريع قوانين جديدة القوانين موجودة بالفعل احنا عندك حضرتك زي ما قلت الحضرتك فيه قانون المباني اللي هو بيشترط وجود جراشات انا هنا علي ان انا افتح الجراشات المغلقة اللي متحولة في وسط البلد وفي اماكن تانية كتيرة لبوتيكات ومحلات تجارية الجراشات دي كلها مفروض تتفتح والقانون بيقول كده بيقول ده شغل شرطة المرافق ان المفروض تبدأ تراجع من خلال العوايد اللي متسجل فيها العمارة دي او المبنى دو اساسه ايه او الرسل الهندسي بتاعه ايه ويبدأ يراجع الناس دي ويبدأ يفتح ليه اليد مرتعشا وبرضو جراجات حتى انا عايز اقول حاجتين استكمالك انا محرك ما بتعملش ده بتكلف الدولة من زينيتها عشان تعمل لك جراجات تحت الارض وفوق الارض ومتحركة وزاكية والاخ وفي نفس الوقت كمان فكرة انك تركن وبشكل صحيح تخفيض التعريف احيانا لما بلاقي مكان صح ومحترم وهركن فيه يقول الساعة تدخل في 12 جنيه او 15 جنيه وانا برضو يعني عايزين نلاقي دي السيد اشرف الدولة بتبزل مجود انا اسف بالقاطع كلام حضرتك مهول لعمل جراجات بشكل زكي عشان تجد قدرة على الاستيعاب لاعداد كبيرة من العربيات ده شيء كويس ولكن لو حللنا المشكلة اللي حريك بتقول عليها دلوقتي حالة نهي لو تحلت اعتقد ان الدولة مش هتصرف كل المصاريف دي كلها عشان تجد اماكن لتجميع مثل هزي او اذا كم من السيارات او استاذ اشرف لما انت هتبدأ تصدر لي القانون عشان تحلل مشكلة الجراشات العشوائية الموجودة في الشارع المصري طيب انت لما هتشرع لي قانون بتشرع لي قانون عشان تقنن دور السايس السايس دوره اساسا مش قانوني داخل الشارع النقطة اللي حضرتك بتقول عليها اللي هي نقطة الفلوس انا مش مشكلتي في وقوف السايس انا مشكلتي انه اللي بدفعه انا بدفع مرتب تاني من مرتبي للسايس خلال الشهر يتجاوز الالف ونص والالفين على فكرة يوم السايس نفسه المتوسط بتاعه خمسمائة جنيه في المناطق الراقية او في المناطق الشعبية يوصل المتوسط الاجر بتاعه ميتين وخمسين جنيه في اليوم تمام يصف ميتين وخمسين جنيه ما تقولش بقى الكلام ده دايما الاحسن يعني يا فندم بص احنا عايزين ودي اخر حاجة بقى اه ماشي احنا عايزين قوانيننا تفعل ولا تكون حبرة على اوراق ولا تكون سجنة الادراج احنا عايزين القوانين بتاعتنا تفعل شكرا جزيلا للمصور الصحفي المتميز سيد ايمن فراج ودايما بيقربنا من مشاكل بتمر بينا كل يوم مشروح لك شكرا جزيلا لو اتمنى في القريب العاجل نشوف حلول زي الحاجة بتقول لمشكلة الركين ومشكلة الجراجات العشوية شكرا مرة تانية ومكملين فخراتنا مع حضراتنا